السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد و في وصفة جديدة نتمنى تكونوا بأحسن أحوال و انتم تشوفوا هذا الفيديو وصفة اليوم ستكون كيك بالحامض مكريمة رائعة تايم نسمى بالحامض لهذا الكيك نحتاج ثلاثة بيضات نحتاج كأس من السكر نقص قليلا نحتاج كأس من الزيت نحتاج كأس من عصير الليمون وهو عصر الحامض نحتاج قشور حامضة نحتاج جوج خمارات من فئة 8 جرام و جوج كؤوس من الدقيق دقيق الحلويات و قبزة ملح في إناء نضع البيض مع قبزة الملح و نضيف المكونات بالتدريج نحتاج 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 Pieptano نحتاج 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 رجيك نحتاج نضيف المول من الوسط نضيف الفران نضيف الماء نضيف حمض و معلقة سكار نضيف حمض و معلقة سكار نضيف الكريمة نحتاج ربع لتر من الحليب معلقة نصف النشا نضيف حمض نضيف ملاعق من السكر ملعقة صغيرة من الزبدة نضيف حمض نضيف حمض نضيف حمضة نضيف حمضة نضيف حمضة فوق النار نضيف حمضة وضع فوق نار مهيلة مع تحريك حتى يصل الخالة إلى درجة نحيض ونضيف لي نصف ملعقة من نكهة الحامض. زبحيته وفق النار. ونضيف لي نكهة الحامض. ونضيف الملعقة الصغيرة الزبدة. ونضيف يغورت الكريميلي وبرلي. نخلط جيداً ونضيفه في وسط الكيك. بالنسبة لتزيين الكيك المقطع الذي زينته بكريمة شوكلاة طالية. سوف نضيفه في الكريمة. سوف نحتاج كأس كبير من الحليب. مع ملعقة من النشا. مع ملعقة كبيرة من السكر. سوف نضيف لهم قليل من الشوكولات. مع نكهة الكراميل. ونخلط جيداً. سوف نضيف الجوانيب كيفما كيبان. ومن الجوانيب الليل تحت. ونضيف الكريمة. ونضيف الكريمة. ومن الوسط زينته بالموز. ونضيف شوكلاة. كنتمنى الفيديو يكون يعجبكم. صراحة كتجير رائعة. في مذاقا وشكلا. كنتمنى اللي عجبته الوصفة. يتابونا فلاشين. ويبغطي جيها مع الأحباب والعائلة. شكرا على المشاهدة. وإلى فيديو قادم ووصفة أحسن إن شاء الله. شكرا على المشاهدة.